ليه أبدأ مع سيادتك بآخر القضايا المطارحة حديثا الحقيقة كانت قضية تجديد الفكر الديني أو الخطاب الديني سيادتك بتشوف القضية إزاي؟ بتشوف جهود المؤسسات الدينية في مصر في محاربة الفكر المتطرفة إزاي؟ والله أنا أرى أن المصطلحات تجديد الخطاب الديني وتجديد الفكر الديني المصطلحات مش هي المصطلحات الأساسية التي يجب أن احنا نتبنعها أو نرفحها أنا أفضل مصطلح مواجهة الفكر المتطرف مواجهة الفكر المتطرف الفكر الديني المتطرف تحديدا لدينا فكر ديني متطرف هذا الفكر الديني المتطرف الذي يصنع لنا وحجشاً أدمية بتنطلق بنا تقتل وتدمر وتخرب وتفجر في النهاية كان يعني في فترة من الفترات كان بيتقال المنظمات الإرهابية التي شهدتها البلاد وشهدها العالم من أسبابها الأساسية الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة إنها هي التي تصنع المتطرفين لكن الحقيقة لما نعمل تحليل مضمون لقيادات التنظيمات الإرهابية التي وجدت في العالم ومنها التنظيمات الإرهابية الشهيرة سواء في مصر أو في خارج مصر هنكتشف أن القيادات ليست فقيرة ولكنها قيادات تنتمي لطبقة فوق الطبقة المتوسطة أو الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة فالمشكلة ليست في الفقر ولا في الظروف السياسية أيضا أن تقيل أن تعصر التحول الديمقراطي في بعض الدول بيخلق الإرهاب ولا التعصر الديمقراطي إننا شوفنا الإرهاب موجود في دول بتتبهى بأنها حققت ديمقراطية كبيرة ومعتبر نفسها ديمقراطية شوفنا تنظيمات إرهابية عيشة في داخل أوروبا عدد من عواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أيضا ومن أبنائهم يعني من الذين ولدوا على الأراضي الأوروبية والأراضي الأمريكية في الغرب في دول بتتبهى بأنها بتحقيق ديمقراطية فالمشكلة ليست لا في السياسة ولا في الاقتصاد لا في تعصر السياسة ولا في تراجع الاقتصاد المشكلة في المخ في الدماغ دي الفكر اللي بيعاشش في الدماغ دي وهو فكر متطرف يصنع فعلاً اللي أنا بسميه محوش أدمية بيحركهم ليمارسوا العنف في النهاية فأنت عشان تواجه هذه التنظيمات الإرهابية محتاج تتخلص تواجه الأول الفكر الدين المتطرف ترجمة نانسي قنقر